الاهلي ملك افريقيا الاهلي الحقيقة نادي بطولات وتحت كلمة او بين قوسين نادي بطولات دي معناها حاجات كتيرة جدا الحقيقة يمكن جيل وراجيل تتغير اجيال ويظهر نجوم وتختفي نجوم والاهلي متربع على عرش قارة افريقيا تحية طبعا للجيل ده اللي اسعدنا يمكن يكون في كتير من الاوقات يعني ما كناش راضيين عن المستوى ما كناش راضيين عن الاداء مطبط كتير عانى منها وعانت منها الفرقة وعانى منها الجهاز الفني غيابات في اوقات كتيرة جدا اصابات في اوقات كتير جدا تراجع في مستوى اللعبين في اوقات كتيرة جدا لكن وقت الجد دايما الاهلي حاضر ودايما روح الفانيلا الحامرة حاضرة ودايما جمهور الاهلي اللي محتاج وقفة الحقيقة لانه مبرح قد ايه الجمهور كان منظره مفرح وهو موجود في المدرجات والاهم الحقيقة من بس التواجد حالة الدعم والمسندة المستمرة ودي لعطة محتاجين نقف معها شوية مع حضرتكم أنا هنا كنتم بتتكلم أن الفرقة فرقة النادي الأهلي في أي رياضة مش بس في كرة القدم تحتاج دايما المسندة الجماهرية في وقت الأزمات ووقت المحن ووقت الشدة أكتر بكتير جدا في وقت تحقيق البطولة طبيعي جدا أنك أنت تساند وتشجع وتتبسط مع الفرقة بتاعتك وها بتكسب لكن المسندة الحقيقية والمعدن الحقيقي للجمهور يظهر إمتى يظهر وقت الأزمات وده اللي كان حاصل أو الترجم يعني في لقطة مبارح شفتها في مطش الأهلي ونهضة بركان وهي دي روح اللي أنا محتاجها من جمهور نادي الأهلي فترة الجاية أنا بيكلم حضرتكم عشان مصلحتنا جميعا عشان مصلحة الكيان مش عشان مصلحة جهاز فني ولا مصلحة لعيبة ولا مصلحة مجلس إدارة ولا مصلحة جمهور أنا بيكلم عشان مصلحة اسم النادي الأهلي اللي محتاج دعم ومسندة من كل واحد بينتمي ليه سواء كان الواحد ده في موقع مسئولية بيتحمل مسئولية بشكل مباشر إدارة بقى تكلم لعيبة في الملعب تكلم جهاز فني وإداري وطبي اتكلم أو حتى في مقاعد المتفرجين والمشاهدين من الجمهور مبارح شوط أول أنا بتقالي ما كانش مرضي لكل جماهير نادي الأهلي ما كناش مبسوطين من أداة نادي الأهلي وكان فيه كتين من علامات الاستفهام ورغم كده ودي اللقطة اللي أنا عايز أقف بيها واشيد بقى بروح الجماهير الفهمة الوعية اللي بتسنت في رقيتها كان من الممكن في اللقطة دي مع فرق تانية كتير جدا تشوف الجمهور غضبان على اللعيبة أو بيوجه كلام معين للعيبة بعينها أو بإسمها لكن ده ما حصلش اللي حصل إنه رغم شوط يعني ما كانش مرضي للجماهير لكن الجماهير حيت اللعيبة بشكل كبير جدا وديتهم دفع معنوية خلتهم نزل الشوط التاني بشكل مختلف تماما عن اللي شفناه في الشوط الأول وده كان واحد من أهم الأسباب اللي خلت النادي الأهلي يحسم المباراة في شوطها التاني تخيلوا حضراتكم حالة اللعيبة حالتهم النفسية والمعنوية وهم داخلين قط اللبس بين الشوطين وحاسين أو وصلوهم إن الجمهور غضبان منهم أو مش راضي عليهم أو يعني موجه لهم كلام مش مرضي بأي شكل من الأشكال لكن ده أعتقد كان واحد من أهم الحاجات اللي خلت حافز عند اللعيبة أحساسهم إن الجمهور رغم إنهم ما مقدوش بأحسن شكل ممكن لكن الجمهور ما زال في ظهرهم وسندهم ده بالتأكيد بيعلي مستوى الأدرينالي يعني أنا لو مش في الملعب هحس قد إيه أنا وأنا بشوف بتابع الجمهور قد إيه الجمهور ده عظيم قد إيه الجمهور ده مش ممكن أغزله فعشان كده اللقطة دي محتاجينها تتكرر في اللي جاية كمان لأنه زي ما قلت لحضراتكم مشوار النادي الأهلي إذا كان عندنا رغبة في أن إحنا نحسم كل البطولات اللي فضلنا عندنا سوبر مصري عندنا دولي المحلي وعندنا كاس مصر إن شاء الله وعندنا الأهم طبعا البطولة العشرة أرجوكم كل الدعم والمساندة ولعبتنا في وقت الجد ما بتخزناش يعني لعبتنا في وقت الجد ما فيش بطولة دخلوها اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله رافعوا رأس كل الأهلوية وخدوا بالحضراتكم أنه أنتوا بتتكلموا على يعني مهام شقة جدا بتتكلموا على مطشاط وتولي مطشاط واشتراك في أكتر من مسابقة لعبت الأهل رجبة الطائرة في الأسبوع والعشر تيام الأخيرة أربع مرات منهم رحلة راحوا فيها جنوب أفريقيا ورجعوا من جنوب أفريقيا على قطر ومن قطر الحمد لله أنا نطمنكم ووصلوا بالسلامة لمصر إن شاء الله بإذن الله